السلام عليكم يعني معنى كده نقدر نستنتج أن A intersection B يعني التقاطع بين A و B هو Phi يعني إيه Phi؟ Phi هي الست الفضية يعني المجموعة اللي ما فيهاش أي عناصر يبقى لو قلنا أن A intersection B بيساوي Phi معنى كده نقدر نستنتج كمان يعني نقدر نقول العكس لو إحنا عارفين أن A و B Mutual Exclusive يبقى كمان نقدر نقول لو أن A intersection B equal Phi then A and B are Mutual Exclusive يبقى بنستخدم اللي اتنين معلومة فيه الابتجاهين طيب شكل الفن دياجرام بتاعهم بيبقى عامل إزاي؟ خلينا نشوف كده في العادي ومعظم الإيبنتز بيبقى عندنا الـ A intersection B بالشكل ده فيه جزء من الـ Intersection لكن لما بنلاقي الـ Two Sets بعضين عن بعض بالشكل ده خارس معناها أن هم Mutual Exclusive وهنلاقي هنا الـ A intersection B هو Phi طيب مثلاً زي إيه؟ خلينا نشوف كده example مع بعض لبعض sample spaces discrete يعني هنفترض كده أن عندنا الـ S هي رقم من واحد لعشرة دي sample space بتاعتنا هنفترض أن event A هو الـ Arcon number less than 7 هنفترض أن event B هو even numbers هنفترض أن event C هو odd numbers خلينا بس عارفين أن even numbers هي الأعداد الزوجية وأن odd numbers هي الأعداد الفردية طيب إحنا عايزين نعرف إيه العلاقة بين الأحداث دي هل مثلاً A والـ B هل هما mutual exclusive طب هل B و C mutual exclusive عايزين نعرف مين فيهم هو mutual exclusive عشان نقدر نجاوب على السؤال ده يبقى محتاجين نعرف الـ intersection بدعهم هل هل A intersection B بيساوي كم والـ B intersection C هيكون كم وكمان A intersection C هنجيب التلاتة ونقدر نقول ساعتها مين فيهم mutual exclusive أو العلاقة بينهم هتكون شكلها عامل ازاي طيب خلينا الأول نكتب العناصر اللي موجودة في كل مجموعة numbers less than seven يعني معنا كده احنا بنتكلم من one two three four five six seven مش داخل معنا لان احنا قلنا less than موجناش less than or equal وخلي بنا جدا من الحاجات دي بنتكلم عن even number even number من sample space بتاعنا يعني أعداد زوجية يعني بنتكلم عن two four six and a وكمان التن التن داخل معنا لان هو عنصر من عناصر sample space طيب بالنسبة لل odd numbers يعني one three five seven line كده احنا كتبنا عناصر كل مجموعة فيهم طيب خلينا نشوف ايه intersection b هل في a intersection b آه لقينا انه هيحصل هنا intersection عن two موجودة في الاثنين كمان four موجودة في الاثنين وكمان six موجود في الاثنين يبقى a intersection b داخل في two four and six يبقى هنا a b not mutually exclusive طيب خلينا نشوف المجموعة الثانية b intersection c دعونا نشوف كده مجموعة الاعداد الفردية ومجموعة الاعداد الزوجية هنلاقي ان ما فيش اي intersection ما بينهم يعني الانترسكشن ما بينهم هو مجموعة فضية يبقى نقدر هنا في الحالة دي نقول ان a and b are mutually exclusive ما فيش اي intersection ما بينهم طيب خلينا نشوف a intersection c نشوف هنلاقي ان فيه المشترك كمان عندنا المشترك 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 كمان وبس كده يبقى من العناصر هنا المشترك بنسمي الفي هي empty set او set الفضية هي phi هنا يبقى عندنا not mutual exclusive طب ولو العكس فيه اي element حتى لو element واحد معناها انهم not mutually exclusive طيب احنا شوفنا الاجزامبل في حالة لو البيانات عندنا او sample space هي discrete طيب لو في حالة continuous continuous sample space ممكن يكون ممكن عفوا يكون mutual exclusive ازاي فرضا هنقول ان ال sample space زي الاجزامبل اللي بدأنا به مثلا من هو x such that ان ال x من 0 لل 40 هنقول ان ال a هو ال x such that لو افترضنا ان ال a من مثلا 10 لل 20 طيب احنا دلوقتي لو عايزين نبني عنصر تاني ما يكون ش فيه اي intersection ما بينهم عايزين تاني event او حدث تاني يكون ال intersection ما بينهم يكون mutual exclusive مع الا طبع عشان نقطر نعمل كده هنعمل ايه هنرسم بالشكل ده على number line وقلنا ان هي بدأة من 0 لل 40 طبعين طيب وعندنا التاني من عشرة لل عشرين طيب علشان نعمل event elements بتوعه يكون disjoint يعني ايه disjoint برضو كلمة اخرى بنستخدمها زي بالظبط يبقى سواء كتبنا خليني اضفها سواء قلنا disjoint او mutual exclusive فهم نفس الحكاية معناها ان ما فيش اي intersection قامة بينهم طيب احنا عايزين دلوقتي نعمل حدث بحيث يكون disjoint كمان مع الحدث ده هنبدأ نعمل ايه هنبعد عن الحدث ده خالص مش عايزين اي intersection معاه ممكن نبدأ مثلا من 25 لل 30 وبالتالي يبقى event B اللي هو mutual exclusive مع event A هو بيبدأ من 25 لحد 30 وبالتالي نقدر نقول ان A intersection B equal phi ما فيش اي intersection ما بينهم ده بينتهي بعدين بعده بيبدأ هنا هنقف في الجزء ده وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن مجموعة قوانين مهمة جدا وعندنا مجموعة كبيرة من التدريبات والاسئلة انتظروها بس بعد ما نخلص المجموعة من الاول وبعدين هناخد مجموعة كبيرة من الاسئلة والتدريبات كمان لو فيه اي جزء مش واضح ارجو على طول التواصل مباشرة وان شاء الله كل شيء يكون كويس ربنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله والسلام وعليكم ورحمة اشتركوا في القناة